مدينة صباح الاحمد الجابر الصباح لرياضة السيارات والدراجات انجاز تستحق دولة الكويت ان تناله لتفخر به الاجيال انها مدينة المستقبل وحلم كل شاب على ارض الكويت لقد تم تصميم المدينة لتكون على اعلى المستويات العالمية لتنافس اكبر المدن المشابهة في العالم وان كنا نرى انها المدينة الاولى من نوعها في العالم التي تجمع كل تلك الرياضات معا تأضم مدينة صباح الاحمد الجابر الصباح لرياضة السيارات والدراجات اكثر من عشرة حلبات دولية تقام عليها سباقات السيارات والدراجات تحيط بها مدرجات ضخمة تتسع لاكثر من مئة الف شخص كذلك تضم المدينة نهرا صناعيا يطوف ارجاءها فيحقق وسيلة تنقل ممتعة لرواد المدينة كما انه في نفس الوقت ذاته يمثل حلبة يمارس من خلالها هوات رياضة القوارب المختلفة وتضم المدينة معهدا دوليا للتدريب على كافة رياضات السيارات والدراجات هذا المعهد الذي يعد مصنع ابطال المستقبل وتنمية وتطوير قدرات الموهوبين وتحقيق الاستثمار الامثل في البشرية الواعدة وبالمدينة صالات عرض تقام عليها معارض للسيارات والدراجات والقوارب لاجتذاب المهتمين وهم جمهور عريض خاصة بين الشباب وكذلك اجتذاب شركات صناعة السيارات والدراجات والقوارب العالمية لتصبح ارض الكويت محفلا دوليا في هذا المجال الذي يدعم اقتصاد البلاد نظرا لكسب تنظيم هذه المعارض والسباقات من عائدات كما تضم المدينة معارض دائمة للسيارات الرياضية والدراجات والقوارب ملحق بها ورش متخصصة توفر قطع الغيار القياسية مما يوفر خدمة متكاملة للعملاء ويوجد مركز جذب للاستثمارات ومصدر تمويل دائم للمدينة ذاتها ولم نغفل عن احتياجات رواد المدينة فكان وجود مطاعم ومقاهي لخدمة الرواد في المكان وكذلك وجود مراكز ترفيه للكبار انترنت كافي صالات بولينج سنوكر العاب فيديو وغيرها كما يتواجد للصغار مضامير لسباقات السيارات اللاسلكية والكارت التأهيلي مما يجعل من المدينة مركزا ترفيهيا لكل افراد العائلة وليس فقط مجرد مدينة رياضية وبالطبع فان كل هذه الامور تمثل مصدر دخل اخر لتمويل المدينة والعمل على استمرارها ولما كان من المؤكد مجيء فرق متعددة للمشاركة في السباقات والمعارض وكذلك اعضاء اللجان المنظمة للسباقات والمعارض الدولية كان لابد من وجود فنادق لاقامتهم وان تكون هذه الفنادق على اعلى وارقى مستويات الخدمة ولمن يرغب في الحصول على بعض الترفيه وقضاء جازة مريحة داخل الكويت فقد تم تصميم شارهات توفر افضل سبل الراحة لروادها مما يدعم السياحة الداخلية ولما كانت المدينة في الاساس هي مدينة رياضية فلم نغفل عن احتياجات الرياضيين وكذلك زوار المدينة لممارسة رياضات تبني اجسادهم بافضل السبل فهناك صالات للرياضة البدنية واحواض للسباح ان المدينة تضم كل هذه النشاطات التي تسعى العديد من المحطات التلفزيونية والجهات الاعلامية المختلفة لتغطيتها فمن الطبيعي ان تكون بحاجة مسة لتضم استوديو نقل تلفزيوني متطور يلبي كافة الاحتياجات منها الانتشار الاعلامي والعائدات من الاعلانات كما ان مدينة بهذه الضخامة لا بد وان يتواجد بها مركز شرطة ومركز اطفاء ومركز صحي متخصص في الاسعافات والعلاج الكامل والعمليات التي قد يحتاجها رواد المدينة تحت اي ظرف ولا شك حتى تتوفر الخدمة وتصبح متكاملة اعد مقرا لخدمة المواطن حتى يكفل له توفير كل احتياجاته كما تحتوي المدينة على مهبط لطائرات الهيريكوبتر نظرا للاحتمالية الكبيرة للاحتياج لتوافر مثل هذه الخدمة في مدينة بهذه الضخامة ولتكتمل اهداف المدينة كان وجود قاعات سينما ومسرح ضروريا مما يجذب مزيدا من الزوار للمدينة حتى لو كانوا من غير المهتمين برياضات السيارات والدراجات والقوارب ومن المخطط ان تفتح المدينة امام العاملين ابوابها في مجال انتاج الاعمال الفنية التلفزيونية والسينمائية كموقع تصوير طبيعي سواء على مستوى التصوير الداخلي او التصوير في الاماكن المفتوحة لمن يرغب في استغلاله لاكساب الاعمال الفنية الكويتية جماليات بصرية جديدة وممتعة بل وفتح الباب لطرح موضوعات جديدة ومختلفة داخل الاعمال الفنية الكويتية وكذلك جذب وانتشار اعلامي واعلاني بل ومن الممكن ان يوفر الكثير من الاموال التي تذهب خارج الوطن العربي والمنطقة لتنفيذ مثل هذه الاعمال واحتوائها داخل منظومة الاقتصاد الكويتي ولما كانت المدينة تمثل مركزا متكاملا لخدمة زوارها كان لابد من تواجد مسجد يتسع لاكبر عدد ممكن من رواد المدينة وحتى تكتمل خدمات المدينة على الوجه الاكمل كان العمل على تواجد اسواق تجارية وسوبر ماركت تخدم زوار المدينة على اختلاف توجهاتهم حيث تضم هذه الاسواق كل ما يخدم الزائرين رجالا ونساء وشباب واطفال وكذلك تضم وكالات لاشهر صانعي المنتجات المتعلقة برياضة السيارات والدراجات والقوارد وقد تم تخصيص قسما في المدينة خاصا لوكلاء اكبر الماركات العالمية للسيارات ليصبح تجمعا حقيقيا لهؤلاء الوكلاء واقامة المعارض الدولية التي تقام سنويا ليجد زائر المدينة كل ما يريد في مكان واحد ويتوفر في المدينة مركزا للمعلومات يجد فيه كل المهتمين برياضات السيارات والدراجات والقوارب كل ما يحتاجون اليه من معلومات عن هذه الرياضات تضم المدينة مبنى للإدارة مبنى محطة توليد للكهرباء مبنى خاص لسكن العاملين بالمدينة مدينة صباح الأحمد الجابر الصباح لرياضة السيارات والدراجات والقوارب حلم ينبض بروح الواقع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر